هيئة الأرصاب تتوقع أن يسود طخص شديد الحرارة ردب نهاراً على أغلب الأنحاء حار ردب على السواحل الشمالية مائل للحرارة ردب ليلاً على أغلب الأنحاء هيشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير دكتور صباح الخير على حضرتك دكتور محمد صباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك حابين نعرف من حضرتك أخبار الجو النهاردة مع بدايات شهر أغسطس وفيه يعني توقع كده لموجة حرة جديدة مقبلة خلينا أول نطمن كل السادة المشاهدين أننا عمدنا استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر أعلى من المعدلات الطبعية لذلك ده من السنة بحوالي درجة الدراسية يعني ما عندناش اتفاعات ملفزة في قيم درجات الحرارة العظم على القاهرة الكبرى بيتتروحنا بين 36 إلى 37 درجة مقوية لكن طبعا نتيجة تأثرنا بانتداد منقفض الهند الموثني اللي مع كتل هوائية معظم مقادم من على البحر المتوسط عندنا اتفاع كبير في نسب الرتوب نسب الرتوبة بتتجاوز 25% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتتجاوز الثمانين والخمسة والثمانين في القاهرة الكبرى والوكه البحري وارتفاع نسب الرتوبة بشكل كبير هو اللي بيخلينا نحس فيه قيم درجات حرارة أعلى من 37 درجة مقوية طبعا فأنا بحس 37 لو تكن 39 أو 40 درجة مقوية أيضا في الظل فبالتالي احنا بنقول ان الأجواء فترة النهار ما زالت أجواء شديدة الحرارة راتبة معظم محافظات الجمهورية وخاصة من الوكه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات الجنوب لأن الأماكن الساحلية رغم ان هي بتكون الأعلى في نسب الرتوبة لكن هي بتكون الأقل في قيم درجات الحرارة اللي هي العظمة فترة النهار بتتروح ما بين 32 و 31 درجة مقوية مع رتوبة مرتفعة بتبقى أعلى من القيم دي بحوالي 3 ل 4 درجات فأجواءهم بطوبة هي حتى الأقل في درجات الحرارة المحسوسة وأجواء حرارة فترة النهار وحرارة طبعا فترة النهار في فترة الليل مع الغيابة التام لأشاعة الشمس طبعا بيكون سنففات في قيم درجات الحرارة لكن عظمة الرتوبة بتكون فترة الليل خاصة كمان إن احنا عمدين عتدال في سرعات رياح بشكل كبير في معظم المحافظات يعني عتدال في سرعات رياح ليس سرعات رياح قليلة فبالتالي ده بيحسسني بنسب الرتوبة بشكل كبير فترة الليل فمزالت أجواء فترة الليل أيضا هي أجواء مائلة للحرارة راتبة في معظم محافظات الجمهورية كمان حصل عتدال كامل في سرعات رياح على البحار في الأيام الماضية كان فيه ارتفاع أمواج على البحر المتوسط بشكل كبير اليوم اعتدلت فرعات الرياح فبالتالي ارتفاعات الموجلة تتجاوز لاثنين متر ما بين واحد وواحد ونصف متر على البحر المتوسط وأيضاً كمان البحر الأحمر فهما مؤهلين تماماً لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل بالنسبة لفرص الأمطار فرص الأمطار في النهاردة دكتورة منار يعني احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق بالفعل في فرص الأمطار يمكن بدأت معنا من أمس في المناطق الموجودة في جنوب البلاد وده حقيقة في أقصى جنوب البلاد نتيجة ارتفاع الحزام المداري أو الفاصل المداري المسبب للأمطار الصيفية على منابعاً للسودان وأسربيا الحزام المداري من السحب الرعبية بيرتفع في شمال السودان ثم نبدأ احنا في المناطق الجنوبية نتأثر بفرص الأمطار هتكون أمطار اليوم خفيفة إلى متوسطة ممكن تكون كمان أمطار رعبية في بعض الأماكن من حلايب شلاتين رزناس ده جنوب ثلاثل دبال البحر الأحمر أيضاً مناطق كمان من أبو سنبل أسوان محافظة الوادي الجديد دي المناطق اللي هتكون عليها الأمطار المتساوطة الشدة والرعبية وكمان عشان هي أمطار رعبية ممكن يكون معاها نشاط لرياح المسير للرمال والأتربة ممكن كمان الأتربة تأذي ليه انفصاد الرؤية الأفقية لكن المحافظات الشمالية ما فيهاش أي تقلبات جوية مش هيكون فيها أي فرص لسقوط الأمطار الأمطار دي كمان متملة معانا يمكن منتصف الإسبوع الجاي يعني يمكن الثلاثة والأربع الجايين الأمطار لسا متملة معانا وممكن نسيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في بعض الأماكن الجنوبية واستمرار سقوط الأمطار دي تتحول السيول لسيول تتشكل بعض السيول في المناطق الجنوبية فعشان كده لازم ناخد حذرنا بقدر الإمكان يا طبعا أستاذ المواطنين مهم جدا مع سقوط الأمطار نتاعد عن الطرق اللي جنبها مخرج سيول وتكون طبعا القيادة بالدوء تام مع سقوط الأمطار الأمطار مكملة معانا دكتور منار لغاية الأسبوع اللي جاي هل برضو كمان الموجة الحرة يعني ارتفاع درجات الحرارة حيكمل معانا الأيام اللي جاية والحد امتا يعني احنا قيم درجات الحرارة اللي تعتبر حول المعدات احنا مش بنقول ارتفاعات بس هنسى برطوبة اللي بخلينا نحس أنها مدفعة بشكل كبير بالضبط ده نكمل معانا على الأقل المصر الأسبوع اللي جاي يعني مش هيكون في اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة بالارتفاع والانففاض هتستمر معانا لحد يوم الثلاثة والأربع الجايين ما بين ستة وثلاثين لسبعة وثلاثين عظم على القاهرة الكبرى مش هيكون في الثلاث كبير في قيم درجات الحرارة ويمكن ثمان خلينا نقول معلوما أن احنا من خلال التربوئات الفصلية في الهيئة العامة الأرصاد الجوية متوقع أن شهر ثمانية يكون قيم درجات الحرارة فيه اعلى من المعدلات الشهرية المعتادة للوقت دا من السنة لكن هتكون اقل من اللي احنا سجلناه في شهر سبعة وشهر ستة يعني هل كلها متوقع من ثمانية يجي اعلى من شهر سبعة لأن شاء الله يكون اقل من القيم اللي احنا سجلناه في الشهر الماضي ربنا يتكمنك دكتورة منار يعني شهر ثمانية ممكن قيم درجات الحرارة تبقى اقل ان شاء الله من شهر ستة وسبعة بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهاية الأرصاد الجوية دلوقتي تعالوا مع حضراتكم لتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة النهاردة القاهرة 37 العظمة والصغرى 27 العاصمة الإدارية 38 الصغرى 26 اسكندرية العظمة 33 والصغرى 24 العالمين الجديدة العظمة 31 والصغرى 24 مطروح العظمة 32 والصغرى 25 نروح لضميات العظمة 32 والصغرى 26 محافظة برسعيد بتسجل العظمة 33 والصغرى 27 أما الإسماعيلية فالعظمة 39 والصغرى 25 نروح مع حضراتكم لسويس السويس العظمة فيها النهاردة 38 والصغرى 26 أما العريش العظمة 36 والصغرى 24 كاترين العظمة 35 الصغرى 18 طابة العظمة 36 والصغرى 25 جنوبا حلايب العظمة 38 الصغرى 29 شلاتين العظمة 44 والصغرى 30 شرم الشيخ العظمة 38 والصغرى 30 الغردقة العظمة 39 والصغرى 30 أما الفيوم فالعظمة بتسجل فيها 39 والصغرى 25 بني سويف العظمة 35 والصغرى 25 الوادي الجديد 43 24 أسيط العظمة فيها 41 الصغرى 25 محافظة سهاج العظمة 41 والصغرى 26 قنى العظمة 42 والصغرى 26 لقصر العظمة 42 والصغرى 27 أسوان اللي بتسجل أعلى درجة حرارة في محافظات مصر النهاردة العظمة فيها 44 والصغرى 29 اشتركوا في القناة